لما بدكم تدرسوا الامتحان اللغة الانجليزية انتبهوا انكم تدرسوا على ترتيب ورقة امتحان الاسئلة فهو مبلش في الفقرة بلشوا ادرسوا من الفقرة وكونوا محضرين حالكم للاسئلة اللي بتورد بالفقرة بيكون تقريبا اول سؤالين منهم هو استيعاب والسؤال الثالث بيكون عبارة عن اقتباس السؤال الرابع بيكون عبارة عن معنى بدكم تستخرجوه او كلمة بيعطيكم اياها من النص بيحكلكم شو معناها السؤال الرابع بيكون ضمائر بتعود السؤالين الاخيرات غالبا بيكونوا عن فهمكم واحيانا بيكون فيه critical thinking يعني انا مش جايبين باخر دورة يمكن لغوه لسؤال critical thinking ويمكن ما جابوه بس في هذا السؤال فانتبهوا انه فيه critical thinking لو تطلع على سؤال سبع بيحكيلك write your point of view يعني معناها اعطي رأيك في الموضوع هذا اشي بيشبه لcritical thinking لانه بدك تفكر فيه وتحكي I think و I believe بس بالcritical thinking انه تحكي I agree I don't agree وتعطي السبب هلا لما نتبه على الفرع الثاني من السؤال اللي هو عندك يا لهو القصيدة وكمان القصيدة بيجيب لك فيها سؤال استيعاب والسؤال الثاني زي ما احنا منتبهين بيحكي لك اقتبس او اعطيني الكلمة اللي معناها هيك او مثلا بيحكي لك مين فيهم بدلة على ال personification يعني التشخيص تشبيه شغلة زي هيك شغلة بتتعلق في القواعد في القصائد هلا السؤال الثاني اللي هو بتكون عندنا ايام من ثلاث من ثلاث اجزاء الجزء الاول بيحكي عن المعاني واللي هي طبعا انا حد لما حضرت لكم الفيديوهات كنت اعطي المحاضرة او اعطي الفقرة ونصف الثاني من الفقرة يكون عليها لمعانيها او يكون المعاني في فيديوهات مستقلة في نفس البليليست فعشان هيك اذا لما تدرسوا على الفقرة دايما نحط في بالكم انه انا هلا بعد الفقرة لازم ادرس على المعاني لانه السؤال بعد الفقرة وبعد اسألت الفقرة لازم امرن حالي اني اكون قادر اجاوب سؤال معاني وحطوا في بالكم انه السؤال التاني دايما انه المعاني بيكون بتعلق اما بالفريزال فيربز او بالإديامز فلازم كمان تكونوا ممرنين حالكم انه بعد ما امرن حالي عالفقرة وبعد ما امرن حالي عالمعاني لازم امرن حالي على الفريزال فيربز والإديامز بشكل متساوي والسؤال الثالث اللي هو ديريفيشن وعملت لكم بلايليست كامل للديريفيشن بيكون في مجموعات ديريفيشن على شكل مجموعات لو نتطلع على question number 3 اللي هو في page 3 هون ببلش عندنا القواعد بيكون اخلصنا من المعاني والفقرات من يجي على القواعد والقواعد هي عبارة عن صفحة كامل يعني question number 3 question number 4 هده اللي هو مدخل في القواعد question number 3 زي ما احنا منتبهين اول سؤال دائما بيجي لهو تصحيح ما بين الاقواص والفرع الثاني منه بيكون اعادة كتابة الجملة بس انتبهوا كيف هو بحدد البداية يعني مثلا هنا بلشت الجملة جوردينيان children start school later than english children بعدين صحيح لك الانجليش children بلش من الانجليش children مش على كيفك بلش زي ما احنا بدنا اياك تبلش فلازم نتمرن حالك على هذا النوع من الاسئلة السؤال الرابع بيكون فيه كمان اعادة كتابة جملة الفرع الاول بس المرة هاي على كيفك انت باستخدام باستخدام شغل اللي بيكون وحطن لك اياها جوه الاقواص فمثلا هنا حطن لك wish وحطن لك if might not فايش بيحكي لك قاعد كتابة الجملة هاي باستخدام كلمة wish بس ما بيكون محدد لك من وانا تبلش ولا بيكون محدد لك يعني زي السؤال اللي بعد اللي قبله فانا كمان برضو لما عملت لكم اسئلة القواعد لو بتروحوا على بلايليست القواعد عملت لكم انه سؤال الاول بيكون فيه تصحيح ما بين الاقواص السؤال الثاني بيكون فيه اعادة كتابة الجملة بالصغتين هادول مرة لما يكون السؤال بين اقواص تعيدوا كتابتها بين اقواص ومرة لما هو يجبركم اتبلل شو من كلمة معينة نيجي على السؤال الاخير اللي هو بيختص حاطرنا يعني اللي هو يعني سؤال خاص في قاعدة واحدة وقاعدة سهلة بالمناسبة اللي هي رح نشرحها ان شاء الله فالسؤال سهل رح يكون الصفحة الاخيرة طبعا تهتم بمهارات الكتابة واول مهارة في الكتاب اللي هي اليديتين يعني انك تلاقي الاشي الغلط وتصححه بيكون كاتبلك انه في عندي one grammar mistake one punctuation mark one spelling mistake فاذا انت بتحس حالك الاشي الاوي فيه بتحس حالك فيه بلش منه بلش منه واشتغل عليه اما الاشي اللي بتحس حالك يعني ها متردد فيه اتركه لبعدين مترجع له بلاش ضيع وقت كتير على هاد السؤال السؤال اللي هو الguided writing الguided writing يعني كانوا يجيبهم ال linking words اللي بدك تستخدمهم لما تربط بين الجمل الموجودة في البوكس بس للأسف على ما يبدو انه لغوهم لل linking words وهي مش قضية المفروض تكون عند الطلاب يعني ال linking words شو بدها تكون and or in the other hand because يعني هاي قلتها تعتبر linking words كلمات رابطة فانت بدك تربط هاي الجمل باستخدام كلمات رابطة معينة في عندك مثلا كمان السؤال الاخير اللي هو free writing اللي هو بتكون من تعبير حر ودائما اذا انه كان تعبير حر مش رسالة انتبهوا انه يكون مكوم من ثلاث فقرات الفقرة الاولى اللي هي تكون المقدمة الفقرة التانية الوسط اللي هي بتكون اشي زي بيدعم المقدمة المقدمة بتكون عبارة عن ثلاث جمل ممكن الوسط بيكون عبارة عن خمس جمل يدعمها بيأكد على المقدمة انت طرحتها في البداية والخاتمة اشي بيكون يعني بيختصر ما اوردته في المقدمة وفي الوسط فهاي مناسبة فهاي بالنسبة اذا كيف لازم نتبع لازم اول شغلة تدرسوا الفقرة بعد الفقرة تبلشوا وتركزوا على المعاني وتمتحنوا حالكم في المعاني مش تحفظوها كأنها ليستا يعني والله هيك ورقة عندي صفحة معاني هيك وابلش اكرج فيهم لا بتدربوا حالكم انكم تحطوها في جمل فلما تحطوها في جمل بتكونوا قادرين انكم تحلوا سؤال معاني اللي هو اللي يملأ الفراغات وبعدين بتكونوا مدربين حالكم على ال idioms وال phrasal verbs وفي النهاية ال derivation وبعدين بتروح على القواعد وتحلوا عليها اسئلة القواعد ثم editing وال writing فاذا معكم اذا بدكم تدرسوا اسبوعيا خصصوا حالكم انكم تحلوا وكأنكم بدكم تحلوا اسبوعيا ورقتين امتحان انجليزي فانتوا ما تستنوا ورقة امتحان انجليزي اذا بتحصلوا ورقة امتحان انجليزي بيكون كتير منيح اذا ما حصلت ورقة امتحان انجليزي بهاللحظة لازم تكونوا انتم عارفين كيف بدكم تدرسوا عندكم فقرة بتروح بتجيبوا اي فقرة بالمنهاج بتبارش تدرسوا عليها عندكم هلا بعدين معاني بتروحوا بتجيبوا او literature spot بتروحوا بتجيبوا البقعة الادب هاي وبتدرسوا عليها اي شي عندكم معاني بتروحوا بتجيبوا المعاني حتى لو ما عندكم ورق انتحان انجليزي يعني بعرف انه ما في نماذج موجوده بس هذا النموذج يكفي لحتى يدلكم كيف لازم تتصرفوا بعدين بتروحوا على القواعد وبتطلعوا كيف نظام اسئلة القواعد يعني ما تحلوا قواعد بس تصحيح ما بين الاقواس لا لازم كمان تمرنوا حالكم كيف تعيدوا كتابة الجملة اذا كان طالبها اذا كان هم بلشها بطريقة معينة او اذا كان حاكلكم يعيدوا كتابة جملتها بناءا على كلمة معينة موجودة في الاقواس واخر شغلي بتروحوا بتحاولوا تطلعوا عن نصوص اللي بياخدوا منها الاديتينج ورح افردلكم اياها ان شاء الله والرايتينج اذا فيضل معكم مجال انكم تكتبوا وتحسنوا مهاراتكم الكتابية خصوصا باللينكينج وارد حرام تضيعوا كتاب القايد رايتينج الموضوع كتير سهل بس اشتغلوا بمنهجية معينة بنصحكم نصيحة انكم تتصرفوا بهذا الموضوع بارتين في الاسبوع يعني بارتين في الاسبوع يعني كيف بقصد يعني كل مرة في الاسبوع تحلوا فقرة مع معانيها مع derivation مع idioms مع قواعد مع تعبير مرتين اسبوعيا هذا الروتين مرتين اسبوعيا اذا بتمرنوا حالكم بالطريقة هاي باذن الله تعالى رح اتضبطوا مش تخلنوا مثلا هذا الاسبوع بدي ادرس فيه بس الفقرات غلط لانه بالامتحان هو مش رح يجيك بس فقرات ورح يجيك مجموعة كاملة متكاملة نظام كامل متكامل من الاسئلة امشوا عليه بالطريقة هاي زي ما هي ترتيب الاسئلة مرنوا حالكم وعودوا حالكم وظلوا تطلعوا على اسئلة من المدارس مدارس صحابكم روحوا على اي مكتب اطلبوا اسئلة انجليزية مقترحة لاسادز فوتوا على مواقع الاوائل شوفوا كيف الاسادز بنزلوا اسئلة مقترحة طلعوا عليها حاولوا تحلوها ما تحلوا اقل من ورقتين اسئلة اسبوعيا باذن الله باذن الله اذا تمكنتوا منها بطريقة هاي وعودتوا حالكم على نظام الاسئلة عودتوا مخكم ويدكم على نظام الاسئلة باذن الله رح تنجحوا ورح تزبطوا اشتركوا في القناة